شاءت الصدة في النمر وكان يقول لي يوقف سيارته فتشوف أنا دراس لي الصف السادة طبعا أنا علاة البعلي موجودة في مدينة الحد استقرت في مدينة الحد من قبل تقريبا خلي نقول ممكن في حدود مئة سنة في مدينة الحد الوالد الله يرحمه علي عبد الرحمن أبو علي هو أكبر أخوان نحن في البيت خمس أولاد وبنات انتين كلهم على غاية حياة معدى أخي عدنان الله يرحمه اللي هو توفى قبل شمسنا فنشأت في عائلة مدينة الوالد الله يرحمه مدين مثل عمامي كلهم يعني عائلة البعلي طبعا معروفة عندنا في مدينة الحد كانت على مدينة الحد أو على مستوى مملكة البحر الوالدة الله يرحمها كانت تربية تربية صارمة علينا وحنونة في نفس الوقت صارمة وحنونة في نفس الوقت ربتنا تربية سليمة مجتمعية كانت الوالدة الله يرحمها عندها مجلس في البيت يرتدون عليها كثير من النساء الفريج ذاك الوقت ولله الحمد مثل ما ذكرت لك تربية تربية الحمد لله صالحة في المنطقة أنا يعني بديت بديت دراستي في مدرسة الحد الجنوبية وكانت في الحد مدرسين كانت الحد الجنوبية للبنين والحد الشمالية للبنين ومدرسة وحدة للبنات اللي مدرسة أسماء ذات النطاقين فدراست لي الصف السادس في مدرسة الحد الجنوبية انتقلت لأعدالي لمرسة طارق بن زياد في الأول كان في الأول أعدالي وثاني أعدالي بعدين كان تخصصي ميولي تجاري فانتقلت إلى المدرسة الثانوية في المنامة كان من زملائي في المدرسة في الابتدائي كان في الابتدائي السفير خالد المسلم خالد وسلمان بن جبر المسلم كان في يعني من اللي غانم البعينين الأخ العزيز غانم البعينين وزير المدلسين يكن مرافق وياي من الصف الأول الابتدائي إلى اليوم إلى اليوم ما تفارقني يعني هذه من الأسماء من الأسماء اللي موجودة في المجتمع الحين بالإضافة إلى يعني عديد من الأخوان بس ما لهم يعني مو على المستوى السياسي كمجتمع يعني كمعرفين بس هذي اللي يمكن الشخصين اللي أهمى على المستوى السياسي والمستوى العملي اللي هو قانم البعينين وخالد المسلم اللي هو موجودين شوف أنا أنا لقصة أنا لقصة و وكان ما كان يعني حتى لو أنا كنت متخصص في التجارة بس كان ميولي كان ميولي أني قالت حق في وزارة الداخلية عمامي في وزارة الداخلية عيال عمامي في وزارة الداخلية وكانت أول طفرة فكان ميولي أني أنا أخلص والتحق في وزارة الداخلية شاءت الصدف في الأول كان عندنا ساحل في الحد يبتدي من أول قلالي لآخر الحد وهذه الساحل الساحل تشوف كثير من الطلاب يذاكرون على الساحل شاءت الصدف كل يوم أن أنا مع واحد من عيال عمي قلنا بروح نذاكر على الساحل قبل الامتحانات فكنت أذاكر على الساحل في مدير للبنك البريطاني للشرق الأوسط ليحنا أتذكره اسمه مستر بريزبي وهذه معروف في الحد هذه يومية إيه يوقف سيارته نخل بنامين أول قلالي ويمشي لآخر الحد شاءت الصدف النمر وكان يقول لي يقول لي أنت قاعدت تذاكر قلت لي أذاكر قال لي بتنجح قلت لي بأنجح لكن إذا أنا نجحت تشقلني عندك في البنك قال لي إذا نجحت أشقلك في البنك وذاك الوقت كان موجود اللي هو سارة شارتر بانك اللي هو كان اللي يسمونه البنك الشرقي وكان البريتش بانك اللي هو البنك البريطاني وفي ذاك الوقت البنكين ذينا تقريبا وأكثرهم البنك البريطاني هم اللي ياخذون الطلاب في العطلة الصيفية فأنا نجحت والبنك البريطاني القديم اللي هو مقابل المحكمة القديمة إلى المنامة ذاك الوقت نزين فترح في باص فطلعت أنا مع والد عمي للبنك البريطاني أتذكر كنت حاصر فرحت للبنك البريطاني ييت سألت مكتب المدير العام رواني مكتب المدير العام ييت أسأل على المدير العام اللي يقول لي اللي هو المراسل خلي نقول المراسل إذا موجود الله يعطي الصحة والعافية إذا توفي الله يرحمه واحد اسمي عتيق قال لي المدير العام مو موجود قلت لبس هو موعدني قال لي إذا نجح تعال باشال قال إيه بس مو موجود صد فيه والله يعني المدير العام اللي يقول لي نجحت قلت لأ نعم نجح قال تعال وداني هك الأول المحاسب يسمونه قال خذ عبر رحمن ودو يشتقل في وين في البنك البريطاني في الحد فبديت أول عملي الرسمي في البنك البريطاني في الحد وكان الراتب كان يعطونا تذكر الراتب كان يعطونا ثلاثين دينار في ذاك الوقت فاستمرت استمرت مع البنك البريطاني تدرجت ليه ليه أصبحت أن أسقر مدير تنفيذي أصغر مدير تنفيذي في البنك البريطاني اللي هو متحدد بحكم علاقتي أنا بحكم علاقتي المميزة مع المرحوم الشيخ عيسى بن راشد الله يرحمه أنا مسكت نالي الحد تقريبا عشر أو اثنى عشر سنة وكانت لها قصة يعني استلام لرئاستنا لحد كانت لها قصة بالأول الجمعيات العمومية ممسجلة عضاء الجمعيات العمومية ممسجلين يعني تكون هناك دعوة من مدلس إدارة النادي لعاقد جمعية عمومية لانتخاب مدلس إدارة فأتذكر أني ييت ييت النادي متأخر وكانت فيه أشوف مشاورات ذاك الوقت كنت ألعب فكانت فيه مشاورات هناك بين الأخوان أنا بي رئيس نادي جديد للنادي رئيس مدلس إدارة جديد الله يرحمه أخوي العزيز محمد الماجد دياني اللي يقول لأخوي رشح رفسك رأسة النادي صغير ذاك الوقت شون أقدر أرشح نفسك قال أقول لك رشح نفسك رأسة النادي وكل إني هنا بنتخبت فرفعت يدي أن أنا أرشح رأسة النادي فاتفاجأوا الأخوان وكل إنا قريبين مع بعض يعني كل إنا شباب قريبين مع بعض فدخلوا إياي واحد من الإخوان بعد اللي كان رئيس النادي سابقا الأغلبية أنا حزت على الأغلبية الأصوات ومنها عاد بديت بديت يعني بديت نعمل بجد في 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 نادي الحد وأعتقد نادي الحد كان ينافس دائما على مستوى السل وكان عندنا فريق اليد فريق القدم كان عندنا جيد المشكلة اللي كانت عندنا صقر المقر والمقر قديم كانت عندنا لجنة يسمونها لجنة الحد الأهلية ولجنة الحد الأهلية هذه تجتمع دوريا وفيها فيها الله يرحمه السيف المسلم وفيها علي المسلم وفيها أحمد النعيمي وفيها الدكتور حمد الصليطي وفيها الأستاذ محمد عباس فيه يعني مجموعة من كبار رجال الحد وأنا بصفتي رئيس النادي أنا عضو في الجمعية وكل فترة نزور مسؤولين في الحكومة لطلبات مدينة الحد من ضمن الأشياء كان عندنا زيارة لي وزير الإسكان مع علي الشيخ خالد بن عبد الله نوعب رئيس المدلس الوزراء وكانت عندنا الأرض مالات نادي الحد اللي هي مركز بنك البحرين الكويت بالأصل والشيخ خالد بن عبد الله قال إنه ما يصير نادي في ذي المنطقة في هذا الأرض فأنا قلت لك الشيخ خالد بن عبد الله قلت لها طال عمرك احنا متنازلين عن الأرض قال عبد الرحمن شلو متنازلين قلت لها طال عمرك لمصلحة البلد لمصلحة مدينة الحد احنا متنازلين عن الأرض قال متأكد قلت لقيه متأكد الإخوان في اللجنة ينظرون لي نظرة استغراب ليش تنازع خلاصنا من الاجتماع مع الوزير الاسكان المهندس اللي كانوا ينسوا حبيب قاسم حبيب مهندس من حبيب حبيب مدار حبيب يعني فقلت له أبي الأرض في أرض كبيرة غرب الحد أبيها بس هذي ما كان للتفاع أنا أعطيكم أرض نجان وهادي ويعني مو معقولة فعطاني الخرايط وكانت أرض كبير ثلاثة الأمرك نبي دي الأرض مكان الأرض الثاني قال عبر رحمن أنت يمكنت تقول أن دي الأرض ما تبهه وقلت أني فراسك شيء ثلاثة الأمرك هذي أرض وهذي أرضك شباب نادل حد كلها فوافق عليها الشيخ خالد بن عبد الله أن يعوضوننا عن الأرض هذه هي الأرض الكبيرة ما لات نادل حد الحالي فهذه من الأشياء يعني قير طبعاً المبنى المبنى النادي ساهمنا في أمور كثيرة في مبنى النادي بس هذا الشيء الوحيد الأرض اللي ثبتت لإيجاد نادي نموذجي في منطقة الحد اتحاد كرة اليد هذه لقصة بعد أن ما تركت نادل حد كان عندنا في بيت الشيخ عيسى بن راشد بالليل كنا جالسين بالليل بيت الشيخ عيسى بن راشد الله يرحمه وكان الشيخ صباح بن حمد هو نائب رئيس التحاد اليد فصباح بن حمد طلب مني أن أدخلوا إياهم عضو مدلس إدارة التحاد اليد فأنا رفعت قلت له فكلم الشيخ عيسى كلم الشيخ عيسى قال للشيخ عيسى عبد الرحمن أبيك تدخل الاتحاد تلحظ يعني مدام الشيخ عيسى آمر أنه أنا أدخل الاتحاد اليد فدخلت فدخلت عضو دخلت عضو في مجلس الإدارة أعتقد فترتين أعتقد فترتين دخلت عضو إلى أن التحقت بالمؤسسة العامة للشباب الرياض وكان رئيس المؤسسة الله يمسي بالخير الشيخ فواز بن محمد اتحقت بالمؤسسة وكانت عندي علاقة جيدة مع الشيخ فواز الله يذكرها بالخير فأول ما مساكت مساكت رئيس شون الأندي بالمؤسسة فبعدين شاورت الشيخ فواز قلت لك الشيخ فواز أن عندي طموح أن أنا أدخل على رأسة اتحاد كرة فبارك العملي قال أنا أدعمك بديت هناك كانت العلاقة جيدة مع الأندية كوني كنت رئيس الأندية في المؤسس العام للشباب الرياضة فأولي الله الحمد وفقنا من في دورة الأولى وتميت تميت دورتين تميت دورتين إلى أن يات الدورة الثالثة يات الدورة الثالثة الوضع الوضع ما كان جيد الوضع أو يعني الجو الرياضي ما كان جيد عندنا ذاك الوضع فأنا قررت أنه خلاص أترك الاتحاد بعد شنه بعد ما أنزل الانتخابات وأفوز في الانتخابات بالرأسة للدورة الثالثة بعدين أترك الاتحاد في الدورة الثالثة وزعنا المناصب وهذه الشباب موجودين كلهم عضاء مدلس الإدارة كانوا موجودين فيهم وزعنا المناصب قلت لهم أنا الحين قد ما استقالت من الاتحاد والأق علي عيسى وفي النائب الرئيس يمسك رأسة الاتحاد إلى أن تقرر الجمعية العمومية انتخاب أضو مكمل وقت وجودي في رأسة الاتحاد كانت كل الملاعب اللي موجودة عندنا في البحرين اسفلت في ذاك الوقت في ذاك الوقت عينت مدير لشؤون الفنية فأنا كنت مسؤول عن كل المنشآت و يعني من خلال مقابلة أنا أشكر الشيخ فواز بن محمد أنه أعطاني ثقة العمية في الأمور هذه كلها فتشاورت مع الشيخ فواز قلت لك الشيخ فواز الشيخ نبي نبني صلاة رياضية لكل الأندية اللي عندهم ألعاب جماعية فصممنا صممنا الصلاة الرياضية للأندية سبع أندية تقريبا اللي كانوا يلعبون كرة يد وما عندهم ما عندهم صلاة بالإضافة طالي أول مرة يمكن أقولها بالإضافة صلاة نار الحد نار الحد احنا ما عندنا ألعاب جماعية ذاك الوقت بس بيننا لهم صلاة وقت اللي كنت مدير الشؤون الفنية فأرادت على الشيخ فواز وافق على الموضوع وبنيننا الصلاة لجميع الأندية تقريبا اللي لهم ألعاب جماعية نزلت الانتخابات في الفترة التكملية ما وفقت ما كنا عدين لها عدل وما وفقت في 2014 أنا قررت أن أنزل الانتخابات يعني جسيت النابط في الساحة إنه حضوضي كبير إنه أنا أفوز في 2014 أحد الأخوان اللي كان معاي قالوا اللعب الرحمن أنا طلب مني إنه أنا أنزل الانتخابات فأنا ما يعني قررت أنه ما أنزل المنافس له فقلت له وكي خلاص أنا بنسهل في 2014 قلت له أنا خلاص أنا بنسهل آخر يوم من التسجيل آخر يوم من التسجيل في عندنا مسجد في الحد يأذن وتقام الصلاة عادة المساجد يأخذون 20 دقيقة ووقت 25 دقيقة تقام الصلاة بالصدفة أنا رحت المسجد هاي صليت وطلعت ولم تصل فيني الأخ نفسه قال له عبر الرحمن أنت وين قلت له أنا طالع من المسجد بالمبارك قال لا ما قبلوني بالترشيح بسرعة لأنه ما باقي على الإقفال لتقريبا نص ساعة يأتي البيت بسرعة أوراقي كانت موجودة وصلت وصلت القاعة كان كان القاضي إبراهيم الزايد أعتقد وصلت القاعة كان باقي خمس دقائق خمس دقائق حتى يقولي إبراهيم الزايد عبر الرحمن شفيك متأخر قلت له أنا ما كان تناوي أنزل بس أنت رفضيته الأخ لأنه ما كان يعي برسالة من هو في الدفاع ما يعي برسالة من وزارات الدفاع فآخر خمس دقائق أنا سجلت وليله الحمد توفقت في في 2014 في أمور احدثت ومثل ما قلت لك كلها يعني كلها من رب العالمي نصيب من رب العالمي في أمور احدثت اللي هي ممكن عززت موقفنا في انتخابات 2014 أنا نشاطي أنا نشاطي نشاطي الاجتماعي نشاطي في الديرة نفسه ما أختلى يعني زيارتي للمجالس اجتماعي مع الناس أنا ولد الحد ولد الحد ما تغير من الأصل من الحد وإن كنت رح النادي أو المجالس أو دي ما زلت نفس عبد الرحمن بوعلي يعني ما تغير بس حين ركست ركست على أمور أموري أنا الشخصية أول شي ركست على هلي فترة طويلة ما كنت إياها من أيام النادي والاتحادات والمجلس بديت أركز على عملية ما هو عمل الحين الحين أنا يعني مستشار مستشار لأكثر من جهة إدارة إدارة رؤوس رؤوس الأموال ليس في البحرين طبعا خارج البحرين يعني واحد من الطرائف اللي صارت في الانتعال كنا نلعب تصفيات كأس العالم في مشهد أعتقد كانت في مشهد وكان علينا إشته فأنا ما التحقت بالوفد فكنت في البحرين في التصفيات في المباريات الأخيرة كن إحنا كن إحنا ماشيين في المباريات إذا الكويت تفوز على إيران نتأهل إحنا كأس العالم مع الكويت إذا كويت تتعالل مع إيران تتأهل إيران والكويت فكنا نجالسين ننتظر ننتظر نشوف المباراة على الهواء أنا بالبحرين ونشوف المباراة على الهواء فكنت الكويت متغدمة فكان حسن أخوي يقول لي يقول لي أخوي بالمبارك قلت له لا النتيجة بتنقل آخر شيء الكويت خلت إيران تتعادلوا يوم في دي المباراة فطلعنا أحنا من كأس العالم وتآهلات إيران وتآهلات الكويت بالليل صارت حادثة بالفندق صار يعني شجار بالفندق من بين الوافد البحريني والوافد الكويتي جلالة الملكة الله يحفظها علم بالموضوع اتصل فيني الأخ محمد وحسين المسلم يقول لي عبد الرحمن الشيوخ الله يحفظهم يسألون شلي صاير فقلت له بالغصة موضوع كذا 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 وأفضل أن نحن نسحب فريقنا من البطولة لأن إذا تموا خلال اليومين الثلاثة والأربع يمكن تصير أمور يعني كلش مجيدة فرجع لي قال لي عبد الرحمن جلالة الملك يقول لك في طائرة تنتظركم الخاصة بالمطار بكرة الصباح تروح تسحب الفريق فطلعنا على الطائرة الخاصة أنا والأخ علي إصحاقي محمد أمان الصحفي وأعتقد وحيد وحيد ويانا أنا عندي تأشيرة كنتم سويها من قبل حق إيران فطلعنا بالطائرة الخاصة رحنا نزلنا في المطار نزلنا في المطار بالليل أكلمت الله يرحمه لأخ عيسى سويد قلت لك عيسى سويد جهز الفريق على أساس أننا بناخذ الفريق نرجع للبحرين وصلنا المطار وقفنا بالطيارة طلبنا الفريق المسؤولين من المطار قالوا لا لازم تنزلون قلتهم ما لازم ننزل ناخذ اللاعبين قالوا لازم تنزلون نزلنا وين تأشيراتكم لأنا عندي تأشيرة أعتقد وحيد أو محمد أمان واحد من الاثين ما عندهم تأشيرة قالوا لهم مكانكم شلون يجيشون لإيران ما عندكم تأشيرة أحيان أنا يصير أن أنا أترككم ما أقدر أترككم اللاعبين أركبوا الطيارة والطيارة تمت في المطار في الرنوي تقريبا ساعة واحدة طارت الطيارة رجعت البحرين تمني في المطار في مشهد زين عليني أشته كل واحد رايح بس أنا خبر رايحين بثيابنا العادية شو نسوي برض مشهد عشرين تابس اي واتصالات بالمسؤولين بالبحرين ووزارات الخارجية بكذا كذا لين رتبوا لنا الموضوع وركبوني في طائرة عفش تجارية قدوا لنا من مشهد استقبلوني في طهران سفاراتنا في طهران مكاتنا في طهران اعتقد يوم يومين اللي نتميني اللي نرتاح بعدين ترجعنا البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر